بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين عظم الله أجورنا وأجوركم بذكرى شهادة الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام رزقنا الله وإياكم زيارته في الدنيا والفوز بشفاعته في الآخرة للإمام الكاظم سلام الله عليه وصايا عديدة نقلها لأصحابه والتي أراد منهم أن يبلغوها للشيعة جميعا ولكن تعد وصية الإمام الكاظم سلام الله عليه لهشام بن الحكم هي من أحد أهم الوصايا الشاملة والعامة التي وردت عن الإمام الكاظم والتي تحدث فيها عن أهمية العقل وبين ومدح كيف أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل العقل وبين الأمور والواجبات التي يجب على كل مؤمن أن يقوم بها وعلى الأخلاق السيئة والأفعال السيئة التي يجب عليه أن يبتعد عنها لاحظوا بداية عندما نأتي إلى معرفة الشخصية هشام بن الحكم من هو هشام بن الحكم حتى يتبين لنا أهمية هذه الوصية الوصية نقلت لهذا الشخص وعظمة هذا الشخص ومكانة هذا الشخص أيضا تبين على أهمية الوصية لاحظوا هناك رواية عن الإمام الصادق عليه السلام ينقلها بحق هشام بن الحكم يقول هشام بن الحكم رائد حقنا وسائق قولنا المؤيد لصدقنا والدافع لباطل أعدائنا من تبعه وتبع أثره تبعنا لأنه كان ناقلا عن أهل البيت سلام الله عليهم بحيث أنه كل ما صدر منه كان صادرا عنهم سلام الله عليهم فمن يتبعه كأنما اتبع أهل البيت سلام الله عليهم ومن خالفه وألحد فيه فقد عادانا وألحد فينا لاحظوا شخص بهكذا عظمه ينقل له الإمام الكاظم سلام الله عليه وصية في غاية الأهمية كذلك الشيخ الطوسي رضوان الله عليه قال في ترجمته قال أنه كان من خواص سيدنا ومولانا موسى بن جعفر عليه وسلام هذا الشخص كان ليس فقط من أصحاب الإمام قال من خواص الإمام سلام الله عليه وكذلك الشيخ المفيد رضوان الله عليه قال من أعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتية والأحكام الذين لا مطعن عليهم ولا طريق إلى ذنب واحد منهم هكذا شخص وصفه الإمام الصادق عليه وسلام بهذا الوصف ووصفه المشايخ الأعلام العلماء الشيعة بهكذا وصف مما يدل على عظمة ومكانة هذا الشخص فإذن الوصية التي نقلت إليه هي أيضا ذات مكانة وذات منزلة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى وتهم أمور جميع الناس في الدنيا وفي الآخرة الإمام الكاظم سلام الله عليه بدأ بأهمية العقل ووضح أهمية العقل وكيف أن الله سبحانه وتعالى مدح أهل العقل في القرآن الكريم قال إن الله تبارك وتعالى بشر أهل العقل والفهم في كتابه فقال فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب يا هشام بن الحكم إن الله عز وجل أكمل للناس الحجج بالعقول هذه الحجج التي بعثها عليهم وسوف يحاسبهم عليها الله سبحانه وتعالى أكمل الحجج للناس بالعقل وأفضى إليهم بالبيان ودلهم على ربوبيته بالأدلاء فقال وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار إلى قوله سبحانه وتعالى لآيات لقوم يعقلون أي أن الله سبحانه وتعالى دل على معرفته ودل على توحيده بالعقل فإذن يتبين لنا أهمية العقل الإنسان الذي تجده موحدا وأنه يتبع الله سبحانه وتعالى ويعتقد بالربوبية ويعتقد بالتوحيد هذا إنسان استخدم عقله في المكان الصحيح واستخدم هذه الخاصية وهذه القدرة التي أعطاه الله سبحانه وتعالى له بما يرضي الله سبحانه وتعالى وبما يقوده إلى النجاة مما يدل على أن الإنسان الملحد الإنسان الكافر لم يستخدم هذه الميزة لم يستخدم هذه القوة لأنه لو كان مستخدما لعقله لما كان ألحد في الله سبحانه وتعالى فإذن الأهمية الأولى الإمام الكاظم عليه السلام بيّن للعقل بأنها تدل على النجاة تدل على التوحيد تدل على مرضات الله سبحانه وتعالى كذلك بيّن بأن العقل هو الذي يقود الإنسان إلى التنزه عن الدنيا إلى الزهد في الدنيا فقال يا هشام ثم وعظ أهل العقل ورغبهم في الآخرة فقال وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون بيّن بأن هذه الدنيا كل من يرغب فيها كل من لا يكون زاهدا فيها هذا إنسان لا عقل له أي أنه لم يستخدم عقله بما ينجيه وقال وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خيرا وأبقى أفلا تعقلون ثم بيّن بأنه حذّر الإنسان الذي لا يستخدم عقله قال يا هشام ثم خوف الذين لا يعقلون عذابه فقال عز وجل ثم دمرنا الآخرين وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون أيضا أشار بأن كل شخص يرى أمامه الأشخاص الذين أنزل الله سبحانه وتعالى بهم العذاب أو أنه انتقم منهم في هذه الدنيا أو أنزل عليهم البلايا بسبب ذنوبهم يراهم ولا يعتبر بهم هذا إنسان غير عاقل أي أنه لم يستخدم عقله بما ينجيه كذلك بيّن الإمام الكاظم عليه السلام بأن العقل دائما يكون ملازما للعلم فالذي لا يستخدم عقله يكون إنسانا جاهلا مهما بلغت به الدرجات العلمية ومهما امتلك من شهادات علمية ولكنه إذا لم يستخدم عقله بما ينجيه فهذا إنسان جاهل قال يا هشام ثم بيّن أن العقل مع العلم فقال وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون ثم بيّن وحذّر الإنسان الذي لا يستخدم عقله فقال يا هشام ثم الذنب الذين لا يعقلون الله سبحانه وتعالى ذنب الذين لا يعقلون فقال وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آبائنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون وقال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون وقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون أي أن الله سبحانه وتعالى بيّن بأن هذا الشخص الذي يكون تقليده أعمى يقلد ما وجد عليه آبائه أو يقلد الغرب أو يقلد الأشخاص الذين لا يعتقدون بولاية أهل البيت عليه السلام هذا إنسان لم يستخدم عقله فالإمام الكاظم عليه السلام بيّن وذم بأن هؤلاء الأشخاص الذين يرون آيات الله سبحانه وتعالى ويرون ما أنزل الله سبحانه وتعالى ولكنهم لا يعتبرون من ذلك هذا إنسان غير عاقل ثم قال ثم ذم الكثرة فقال وإن تطع أكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله هذا أيضا دلالة وإشارة على أن الأشخاص أن الإنسان لا يجب عليه أن يختر بالأكثرية يجب عليه هو أن يحكم عقله هو أن يرى الصالح ويرى النجاة في الطريقة التي يتبعها وقال ولكن أكثرهم لا يعلمون وأكثرهم لا يشعرون يا هشام ثم مدح القلة فقال وقليل من عبادي الشكور وقال وقليل ما هم وقال وما آمن معه إلا قليل فإذن يتبين لنا سادة المشاهدين الكرام بأن للعاقل في مذهب أهل البيت سلام الله عليهم وعند الإمام الكاظم سلام الله عليه أهمية وميزة وهناك مدح كبير للإنسان الذي يستخدم عقله في القرآن الكريم وهناك ذم شديد للإنسان الذي لا يستخدم عقله جعلنا الله وإياكم من أولي الألباب في الدنيا ومن الفائزين بشفاعة محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة